بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستهد محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة معرفة واجبات الصلاة الجلسة الثانية وكنا أشرنا في حديثنا في الجلسة السابقة عن التمهيد والمدخل لهذه المهارة والفرق يعني يكون أتقن ما هي الأركان عرف ما هي الأركان وبين له بعد ذلك أنه تلك أركان ولدينا أشياء لم نستعرضها في الأركان هي واجبات الصلاة هي المدخل لهذا الدرس وبينا أنه أهمية العودة وتجهيز محتوى للطالب لتقديمه من خلال العودة إلى كتب الدراسات الإسلامية المرحلة الابتدائية للتعليم العام في الصف الرابع الابتدائي سأجد هذه المهارة التي تكون لدينا ضمن برنامج نور مقدمة لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد تقديمها يكون عبر تحميل نسخة أكترونية وتحميل هذه الوحدة تحديداً وطباعتها حتى أني أحياناً أحتاج تكرارها إذا لم يتقن الطالب بعض المهارات أحتاج تكرارها أكثر من مرة وهو الأكثر دائماً مع المائنا من ذوي الطراب طيف التوحدون لأن لا يكون أتقنها بشكل كامل فأحتاج إلى تكرارها العديد من المرات فمهم جداً العودة إلى هذا المحتوى لكي أستطيع وضع أهدافي وخططي بالطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة التي تكون ضمن خطط التعليمية والتدريسية والأسبوعية التي أقدمها للطالب يكون من خلال هذا المحتوى حتى لا أجد صعوبة أو أفقد بعض الجوانب إذا كنت أتذكر فقط بعض المعلومات التي لدي أو أبحث من خلال الإنترنت عن بعض المعلومات عن واجبات الصلاة العودة لهذا المحتوى ستساعدك بإذن الله تعالى بشكل كبير في تقديمها بالشكل والطريقة الصحيحة والمناسبة إن شاء الله تعالى عرض الموضوع بعد ذلك لدينا الحديث عن ما هي المهارات التي سيتدرب عليها وما هي المعارف التي سيتعرف عليها في واجبات الصلاة ألف لدينا تكبيرة الركون باء تكبيرة السجود لدينا كذلك تكبيرة الرافع منه ثم تكبيرة السجدة الثانية التكبير حين يرفع رأسه من السجدة الثانية كذلك في الأخير التكبير حين يقوم للركعة الثالثة بعد قراءة التشهد الأول مهم جدا معرفته لهذه الواجبات يعني يعرف ما هي هذه الواجبات التي سيتدرب عليها ومن خلالها يقوم بعد ذلك بمعرفتها من خلال تطبيقها عمليا هذه معارف سيتلقاها ما هي الواجبات ثم سيتدرب عليها يعني هو سيعرف هذه كمعرفة من خلال الدراسة ومن خلال التكرار مثلا تكبيرة الركوع تكبيرة السجود ثم يطبقها يجب أن يطبقها عندما يريد أداء الصلاة يعني يطبقها التطبيق الصحيح عندما يؤدي الصلاة تطبيقا عمليا فعندما أوجه لها أسئلة أتأكد من إتقال لهذه المعارف وهذا ممتاز جدا ثم بعد ذلك مهم جدا أن يؤديها ويطبقها التطبيق الصحيح بعد ذلك على سبيل المثال بالإمكان يعني هذه المعارف بالإمكان أن يعرفها من خلال الإشارة إلى بعض الأنشطة والتدريبات عندما أشير إلى بعض التدريبات والأنشطة التي تبين ما هي الركن والواجب نلاحظ لدينا هنا من المهم جدا أن تكون دائما تحدث لي كي لا تأخذ مني وقتا ومن بقية زملاء داخل الصف أكون جاهز مثلا النشاط موجود لدي قلم رصاص موجود لدي ثم هنا لدينا الركن والواجب أضع علامة صح في المكان المناسب سواء ركن أو واجب تكبيرة الركوع هل هي ركن أم واجب من خلالها أتأكد من إتقانه للمعارف فعند إجابتي في تكبيرة الركوع عندما تكون الإجابة الصحية أو يضع علامة صح أمام الواجب إذا أتقن هذه المعارف مهم أن يتقنها يعني يكون عرف هذه المعارف ثم بعد ذلك يكون يطبقها التطبيق الصحيح يعني بعدما عرف هذه المعارف أتأكد أنه قام بتطبيقها التطبيق الصحيح نبين كذلك عبر بعض الحديث هذه الواجبات التي تكون في الصلاة مثلا من واجبات الصلاة دليلهم من الحديث مثلا أبين له هذه الأدلة على أنه قول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع يعني ما الدليل على هذا الواجب يعني الواجب من واجبات الصلاة أبين له يعني نحن نتحدثنا أنه لدينا العديد من المهارات لأنه من خلال تدريبي له لأداء الصلاة سيكون لدي العديد من الجلسات من خلالها في البداية أنا أبين له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك أبين له يعني في كل مرة عندما يركع ثم يقوم من الركع فأنه يقول ربنا ولك الحمد وأبين له الدليل الذي يدل على ذلك ما هو الدليل الذي يدل على هذا المعنى حتى هو يستطيع تجميع هذه المعلومة ترسيخ هذه المعلومة لأدية من خلال القراءة كمعارف ثم بيان ما هي الأدلة التي تدل على أنها من واجبات الصلاة بعد ذلك كذلك لدينا الواجب الرابع دليله من الحديث ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد نفس الذي كان ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد من الحديث كل هذه تكون التطبيقات بعد أن أتقن هذه المعارف يعني بعد أتقنها يعني أنه يجب علي أن يقول هذا الذكر وأنه من واجبات الصلاة عندما يقوم بتطبيقها تطبيق عملي في البيت في المدرسة إذا كان فيه مصل المدرسة أو أحضر سجادة داخل الصف أو سجادتين أقوم بتدريب الطالب عليها من خلالها أدرب الطالب على هذه المهارة وأنه يقول مثلا ربنا ولك الحمد أتأكد وأبين له من خلال الحديث مثلا إلا أن هذا الذي يجب عليه أن يقوله في الصلاة نلاحظ هذه العرض الذي يكون للطالب العرض الطالب وفي كتاب الطالب سنقرأ هذه النصوص عند جميع التكبيرات مثلا غير تكبيرة الإحرام كلها من واجبات الصلاة حتى تكون الصورة واضحة لا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس نلاحظ في هذا الحديث أبين له أحيانا أبين له أنه جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من الواجبات وأستعرض الحديث الذي يبين ذلك كفائدة للطالب يعني لا أطالب بحفظ هذا الحديث أو معرفته هو سيعرف المفهوم منه أنه جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من واجبات الصلاة وهي من الواجبات التي تكون قولية ثانيا قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع لحديث حديثة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في صلاته ونستمر على هذه المعارف حتى يستطيع إتقانها وضبطها يعني نبين له ما هي هذه الواجبات وما الفرق بعد ذلك يكون بعد معرفة الواجبات أصلا في البداية هو أتقن الأركان ثم كانت هي المدخل للواجبات أن هناك شيء لم يتدرب عليها في الأركان هي من واجبات الصلاة وفي الصلاة مثل قول ربنا سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع من السجود يقول الله أكبر بعد أن يتقنه ويتدرب عليها وإتقان لهذه المهارتين معرفة أركان الصلاة ومعرفة واجبات الصلاة وجه له أسئلة عن معرفة الفرق يعني ما هو الفرق بين الركن وما هو الفرق بين الواجب يتفق الركن والواجب في أنه من تعمد ترك شيء منهما بطلت صلاته ويختلفان فيما يأتي الركن إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو سواء كان ناسيا أو جاهلا فهذا الفرق بين الركن وبين الواجب كذلك الواجب إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يسقط ويسجد للسهو كذلك لدينا هذه الأنشطة العديد من الأنشطة كما أشرنا التي تبين إتقان ومعرفة الطالب لهذه المهارة ومعرفة ما هو الفرق بين الركن والواجب كلها تساعد في معرفته وإتقانه لهذه المهارة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة ساعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله الذي لا تضيع وداياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته